السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابي طلاب الصف السادس ونستكمل معاً دروس اللغة العربية كتابة الكتابة ودرسونا اليوم جمع المؤنث السالم تعريفه وعرابه جمع المؤنث السالم تعريفه وعرابه جمع المؤنث السالم هو اسم يدل على أكثر من إثنتين اسم يدل على أكثر من إثنتين بزيادة ألف وتاء مفتوحة على المفردة المؤنثة إذن جمع المؤنث السالم اسم يدل على أكثر من إثنتين بزيادة ألف وتاء مفتوحة على المفردة المؤنثة مثال المعلمة المعلمة مفردة مؤنثة نحولها لجمع مؤنث السالم المعلمات الطالبة الطالبات الفتاة الفتايات اذا جمع المؤنث السالم اسمه يدل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء مفتوحة على مفرده المؤنث او على المفردة المؤنثة اعراب جمع المؤنث السالم اعراب جمع المؤنث السالم يشبه اعراب المفرد في حالة الرفع والجر في حالة الرفع والجر نستفكر مع بعض احبائي ان المفرد يرفع بماذا؟ ما علامة اعراب المفرد؟ احسنتم الضم يرفع المفرد بالضم ايضا جمع المؤنث السالم يرفع بالضم فهو يشبه المفرد في حالة الرفع وحالة الجر لكنه يختلف عنه في حالة النص اتفق احبائي ان جمع المؤنث السالم يتشابه مع المفرد في علامة الرفع وعلامة الجر ولكنه يختلف معه فقط في حالة النص اذا جمع المؤنث السالم يرفع علامة رفعه ماذا؟ الضم يرفع علامة رفعه احبائي الضم ينصب ويجر بالكسرة ينصب ويجر بالكسرة امثلة لجمع المؤنث السالم في حالة الرفع الطالبات مجتهدات هذه جملة ماذا؟ جملة اسمية احسنتم والجملة الاسمية تتكون من ركنين اساسيين وهما ماذا؟ هما المبتدى والخبر احسنتم احبائي هما المبتدى والخبر المبتدى يكون ماذا؟ مرفوعا احسنتم مجتهدات ايضا خبر مرفوع إذن إذا أعربنا هذا المثال الطالبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم مجتهدات خبر مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم تدخل العاملات إلى المصنع تدخل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره العاملات هنا هي من قامت بالفعل العاملات هنا من قمنا بالفعل فعل مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم العاملات فعل مرفوع وعلامة رفعه الظم لأنه جمع مؤنث سالم جمع المؤنث السالم عندما يكون منصوبا عندما يكون منصوبا ينصب بالكسرة ينصب بالكسرة قلنا من قبل أن جمع المؤنث يتفق مع المفرد في حالة الرفة وحالة الجر ويختلف معه في حالة النصب لماذا؟ لماذا؟ ما علامة إعراب المفرد المنصوب في حالة النصب؟ إعراب المفرد في حالة النصب ها ينصب بماذا المفرد؟ ينصب الفتحة احسنتم المفرد يرفع بالضمة وينصب الفتحة ويجر بالكسرة هنا جمع المؤنثة السالم اختلف عن المفرد في ماذا احبابي اختلف انه عندما ينصب ينصب بالكسرة ايضا ينصب بالكسرة ايضا معنى المثال قابلت الفائزات قابلت انا قابل فعل ماضي التا تا الفعل الفائزات هما من وقع عليهم الفعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لانه جمع مؤنث سالم احترم المجتهدات انا احترم المجتهدات المجتهدات ايضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لانه جمع مؤنث سالم امثلة على جمع المؤنث السالم المجرور جمع المؤنث السالم في حالة الجر يجر ايضا بالكسرة سلمت على المعلمات المعلمات اسمه المجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم صفقت للفائزات الفائزات أيضا اسمه مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم إذا أخذنا تدريب بسيط على ما درسنا أعرب ما تحته خط فيما يلي الأمهات رحيمات بأطفالهن أول شيء ننظر إليه هذه الجملة بدأت بماذا؟ بدأت بإسم وركنيها الأساسيين هما ماذا؟ المبتدأ والخبر اتفقنا أيضا أحبائي إنه لا يمكن أن نعرف الكلمة إلا أن ننظر للكلمة التي قبلها ونعرف إعرابها ثم نعرف إعراب الكلمة التالية الأمهات هنا مبتدأ مرفوع أحسنتم مبتدأ إذن الذي يتم معنى المبتدأ هو ماذا؟ هو الخبر إذن رحيمات خبر مرفوع إذا نظرنا للكلمة نجد أنها جمع مؤنث سالم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم أحسنتم تساعد المدرسة الطالبات الضعيفات تساعد المدرسة الطالبات الضعيفات تساعد فعل مضارع أحسنتم المدرسة من التي تساعد فاعل؟ تساعد من؟ من وقع عليه الفعل هنا؟ الطالبات إذن الطالبات مفعول به منصوب وفي حالة النصب ينصب بماذا جمع المؤنث السالم؟ ينصب بالكسرة إذن مفعول به منصوب الطالبات تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم هذا التدريب يأتي منه بكسرة في الاختبارات عندما يأتي لي بمثال ويطلب مني أن نحول هذا المثال يكون مفرد ونحوله للجمع سواء جمع المذكر أو جمع المؤنث هذه الجملة هذه فتاة صغيرة هذه فتاة صغيرة نبدأ بكلمة كلمة هذه هؤلاء فتاة فتيات صغيرة صغيرات أحسنتم أحبائي